هذا وشهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليور عهد نائبه رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس المصري توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بشأن تفعيل الصندوق المصري السعودي للاستثمار كما تم التوقيع على اتفاقية برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بشأن تفعيل الصندوق المصري السعودي للاستثمار شكرا